النادي الآلي بالمناسبة تلقى النهاردة خطاب من الاتحاد المصري لكرة القدم فيما يخص موقف محمود عبد المنعم كهربا خلينا أقول لكم قبل ما أقول لكم الجواب أقول لكم أنه انتهت منذ لحظات قبل الحلقة مباشرة مباراة الزبالك وبرامدز في سيم فاينال أو الدور قبل النهاية لكاس مصر بركلات الترجيح وتأهل بيرامدز للدور النهائي عشان ينتظر الفائز غدا من مباراة الأهل واسموحة الأهل واسموحة بكرة الساعة 6 في استاد القهيرة الدور قبل النهائي الفائز هيصعد للمباراة النهائية يقابل الفائز من يقابل سموحة في موعد يحدد لاحقا وإن كان أعتقد دي نسخة الكاس العام الماضي أعتقد أنه للتحاد أو إدارة المسابقات هتبحى سباش موندز إمكانية وضعها في وقت بعد عودة الأهل من كاس العالم هو صعب تتحط قبل كاس العالم طبعا هو ده الأكيد لأنه هتتأجل كمان 3 مطشاط للأهل في كاس في الدورة هتتأجل 3 مباراة على الأقل لمشاركة الأهل في كاس العالم للأندية ميستر مارسو الكولر دخل النهاردة معسكر مغلق بالفريب بعد التمرينة الأخيرة ومن ضمن العناصر اللي موجودة محمود عبد المنعم كهرباء كهرباء موجود في القيمة ده يمكن جانب من مراني الأهلي اليوم في ملعب التيتش استعدادا لهذه المباراة عايزوا لكم بس الجواب اللي جئ للنادي الأهلي النهاردة صباحا سيد الدكتور سعد شلب المدير التنفيذي للنادي الأهلي تحية طيبة وبعد يسعدني عن أهدي سيادتكم أطيب التمنيات متمنينة لسيادتكم دوام النجاح والتوفيق إماء للخطاب الوارد إلينا من نديكم المؤقر بتاريخ 15-1-20-23 بشأن الاستفسار عن مشاركة اللاعب محمود عبد المنعم كهرباء في المباريات بداية من مباراة سموحة المحدد لها 17-1-20-23 نوده أن نحيط سيادتكم علما أن الإيقاف الموقع على اللاعب بدءا من 11-7-22 لمدة 6 أشهر كحد أقصى بناء على الخطاب الوارد إليكم واخترنا به وكذلك الخطاب الوارد من الفيفا في 26-12-20-22 بشأن هذا الموضوع بانتهاء مدة الإيقاف وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الملف إلى لجنة الانضباط بناء على طلب المدعي في المواعيد المحددة بيقول اتحاد الكرة في خطابه وبناء على ما وصلنا من الفيفا وبعد تقديم المدعي الطلبة للجنة الانضباط بالفيفا في 12-1-20-23 فإن اللاعب من حقه المشاركة في المباريات لحين صدور قرار آخر من لجنة الانضباط والمحدد لها جلسة 2-2-23 للنظر فيها وعلى النادي مراعاة تنفيذ لوائح وقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم وتفضلوا بقبول فاق الاحترام والتقدير وليد العطار المدير التنفيذي الخطاب ممهور من الاتحاد المصري لكرة القدم ورقم الصادر اليوم 16-1-23 إذن من أول وبناء عليه يحق لللاعب المشاركة بعد مجالنا من الفيفا اتحاد الكرة مش هقول لك كده إلا إذا كان شاف إن الموقف بعد يدرسه من جانبه وموقف الفيفا بيقوله كده إحنا لسه في 2-2 هنشوف هنعمل إيه في الخطوة الجاية لكن في الفطرة البينية دي يلعب لحد ما نقول كلام تاني يستمر يلعب ولا يعني يقبل نقد اللعب ولا حيبقى فيه قرار جديد قضي الأمر قضي الأمر الذي فيه تستفتي النهاردة بقى فيه ناس هتقول لك قاسب بقول لك مرعاة دي جملة روتينية وفي كل الأحوال يعني هو دلوقتي الناس اللي هي شبطارة في أي حاجة ضد الآله هتمسك في جملة وعلى الجميع على فكرة احترام لوائح الاتحاد الدولي على فكرة اه انت عملتها بدليلناك انت روحت الاتحاد بتاعتك بتقول له قول لي ايه فانت عملتها بالظبط انا التزابت بلواقح الاتحاد المصري والفيفا مش من نفسي فصرت عشان واحد يخش يجادلني محدش يجادلني بقى انا عندي اهو خلاص استفتر بالاتحاد الدولي وقال لنا لعبه اتنين اتنين هنعرف بقى يكمل ولا ما يكملش